بداية أخبارنا بـ 100 مليون صحة هذه المبادرة اللي لم تتوقف حتى في عيز الكورونا في عيز الأزمات كلها شغالة على قدم وصق متكلم طبعاً على الانتهاء بقى من قوام الانتظار الانتهاء من فيروس C الفحص الدوري الأمراض غير السرية السمنة والسكر والضغط كل ما لها علاقة بحياة الإنسان الإنسان المصري وده طبعاً بيتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان بارح علانة وزارة الصحة والسكان فحص مليون و454 ألف سيدة ضمن بفدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة وده منذ انطلقها في مارس 2020 وحتى اليوم أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 107 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة وده منذ انطلقها في 13 يوليو الماضي وحتى اليوم بهدف الوصول إلى جيل صحي خالي من مسببات الإعاق لاحظوا كده سريعا الاهتمام بقى الأمة الاهتمام بالجنين وخلوا بالكو كمان حول الرابط بعض الشيء ما بين المبادرات اللي بتتعامل يعني الاهتمام بقى الجنين من قبل ما بيتولد والاهتمام كمان بقى الطفل أول ما بيتولد وفاكرين المبادرات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده الرعاية على طول من وقت الولادة على طول بقى الجنين وبعد كده كمان مراعاة صحة الأم وزي ما المبادرة اللي احنا بنتبعها مع حضراتكم دلوقتي بنتبع فيها إزاي بيكون في رعاية متابعة لصحة الأم وازاي كمان ما يبقاش فيه أمراض معدية عند الأم ممكن تكون وراثية ممكن تكون يعني جالها هذا المرض أثناء الولادة أو قبل الولادة فيعني أثناء الحمل وبالتالي ممكن تنقله للجنين وهنا بتيجي بقى الرعاية والمتابعة الحاسيسة من خلال هذه المبادرة العناية بصحة الأم والجنين